موسيقى صباح الخير حلقة جديدة من أخبار الصباح ليوم الأحد 14 قاب بحلقة اليوم وبكل بيت من ضوة شمعة منفرش سطوح المنازل والشوارع بنور الرجا بمناسبة ليلة عيد انتقال السيدة العذراء على أمل أن سيدة لبنان تنقل هالبلد من حالة الفوضى والفراغ إلى شاطئ الأمان تقرير كتير رح نكون على موعد معها بحلقتنا وضيفنا لليوم هو الإعلامة جون خوري لنحكي معه عن مسيرته الإعلامية وناخد تفاصيل أكتر عن برنامجه قيمة مضافة على إذاعة صوت لبنان 93.3 ولكن قبل ما نطلع على كل هالتفاصيل بداية الحلقة رح بتكون مع اتصالنا مع مصحة الأسات الجوية والأستاذ محمد كان جمعنا على الخط لناخد منه التفاصيل عن تقس يوم الأحد وكيف رح بيكفي معنا طبعا خلال الأسبوع أستاذ محمد صباح الخير صباح النور يا هلا كيفك؟ ماشي الحال الحمد لله والتقس كيف تفضل؟ جميعا تقس عم بيكون أريح من الأيام الماضية تقس عم بيكون صيفي معتاد بسيطرة على الحوض الشرق المتوسط نعم عنا استقرار بدرجات الحرارة بالنسبة لليوم عم بيكون غائم جزئيا دون تعدل يسكر بدرجات الحرارة على الساحل انخفاض بسيط بالداخل على المرتفعات نعم وعنا تكون ضباب بالمناطق الجبلية بالفترة المسائية والصباحية يعني الدرجة المحسوسة أصلا عم بتكون كتير مقبولة صحيح هالشي راجع بالمناطق الساحلية للرطوبة الرطوبة عم تكون إجمالة مقبولة يعني صار تحت 80% كرطوبة كسوة عم تكون بين 75% وال60% نعم وهالشي إجمالا مقبول يعني مع درجات الحرارة عم تكون بحد الأقصى بالشمس هي 32 درجة فنحكي على الرقام اتفضل بالنسبة للأرقام درجات الحرارة لليوم الأحد ع الساحل بين 23 و 33 درجة فوق الجبال من 15 ل 24 درجة والمناطق الداخلية من 15 ل 34 درجة نعم الهواء عم بيكون جنوب غربي سرعة و بين 15 و 35 كم و رطوبة نسبة على الساحل بين 60 و 75% نعم بالنسبة بس لنهار التنين التنين عم بيكون غائم جزئيا عم نخفاض إضافة وبسيط درجات الحرارة المناطق الداخلية والجبال ع الساحل إجمالا أننا استكرار الدرجات الحرارة يعني لنهار التلاتة بتنحس بنخفاض محدود نعم نعم متشكرك على وقتك يا سيد محمد ومنطني لك نهار أحد حلو أهلا فيك نحن رح منتابع ومنتقل هلأ إلى عنوين الصحف الأليلي والمجلات الأسبوعية والبداية رح بتكون مع عنوين صحيفة الحياة لليوم وبأبرز العنوين جلسة بلا نصاب لبرلمان اليمن بحماية سلاح الحوثيين القوات السعودية تحبط محاولة تسلل لعناصر الجماعة مقابل نجران غارات الطيران الروسي والسوري تمشت إدلب داعش يخسر ثلث أراضيه ومناشدات لعلاج طفلة في ريف دمشق زعيم حزب الله يغازل داعش أنقراء تؤكد أن لا حل وسطا لتسليم جولين بايدن يزورها في 24 الجاري وكاري في 21 الأول ثلاث سيناريوهات لعودة شبح الحرب إلى أوكرانيا المتطرفون يتيحون للكراملين مخرجا من العقوبات وتأزوم القرم وختيما وعن أولمبياد ريو 2016 بولت يعيد بفاصل سامبا وراينر الفريد يتوعد نمورا مصاب يصعف بعد 90 دقيقة في دورة ريو دي جانيرو الأولمبية من صحيفة الحياة مننتقل بجولتنا إلى عنوين صحيفة المستقبل نبال معالى دارية ومجازر في إدلب وصراقب والصورة اللي عم نشوفها هي للجرافة وهي عم بتزيل أنقاض من حي دمرته غارة جوية بقرية مبارح بريف إدلب بالعنوين الأخرى بصحيفة المستقبل العشائر العربية في كالكوك تستغيث لإنقاذها من داعش روبرت دينيرو ترامب مجنون تماما القضاء الأردني يحقق معناه تحتر بتهمة نشر مادة تمس الذات الإلهية 27 ميدالية لفلبس وضمن مقالة بول شاول لليوم بالمستقبل العنوين محمود درويش الاستثنائي بالصفحات الداخلية بالمستقبل وضمن حديث الأحد شهيب لا أفق الانتخاب رئيس يامال حلب حوار الشرق الأوسط صناعة الأمل نشر المعرفة وختيما حالة الطوارئ في بورتوريكو بسبب زيكا من صحيفة المستقبل إلى عنوين صحيفة الشرق الأوسط وبأبرز العنوين لليوم بالتهديدات والوفيات بارلومان انقلابيي اليمن يمرر مجلسهم السياسي مقتلوا قيادي حثي في غارة للتحالف على مركز تدريب في صعدة تحرير منبج يعيد أحياء الفيدرالية السورية نصر الله يتوسل إلى داعش وفتح الشام لوقف القتال تحذيرات من تحركات طهران المشبوهة في أمريكا الجنوبية الشرق الأوسط تفتح ملف الدور الإيراني قبيل زيارة الضريف إلى القارة نشر الأوسط منتقل إلى عنوين المجلات الأسبوعية والبداية مع عنوين مجلة الشراع ملحمة حلب الكبرى هكذا انتهى النصر الذي شبه لبشار أنا أبدالي شمعون أرفض عون كله وليس فقط ترشيحه ولل أنتخب فرنجية هل أصبح لبنان جمهورية إسلامية؟ بعد الآن لن يجرأ أي سني على ترشيح عون للرئاسة ومنتابع مع عنوين مجلة الشراع بري قال لسليمين أنا زعيم الشيعة في لبنان رسمياً بري نظم مبادرة الحوار سمى المتحاورين دعاهم إلى مجلس النواب وهاهم يعقدون جلساتهم في منزله رئيس حزب الوطنيين الأحرار دوري شمعون إذن تخبت رئيساً للجمهورية سأتي حاملاً الخيزران من مجلة الشراع رح نتوقف فلق مع فصل أعلاني ومن بعده نرجع من تابع جولتنا على المجلات الأسبوعية طبعاً وتفاصيل الحل أدلكم معنا نرجع من تابع جولتنا على عنوين المجالة الأسبوعية ومنستكمل عنوين مجلة الشراع لهالأسبوع قراءاتهم في مجلس الشيوخ اللبناني لزوم ما لا يلزم وطرحه يهدف إلى التشويش والهروب إلى الأمام ماذا يعد الإيرانيون لحلب إلى أين ستنضي معركة حلب أولمبياد ريو والحضارة وعرب ما قبل التاريخ إشادة المركز الإسلامي بقرارات محافظ مدينة بيروت لخدمة العاصمة وبعنوين أخير بالشراع رئيس بلدية علي وجدي مراد المشاريع القائمة في علي تؤكد حضورها السياحي والاستثماري من مجلة الشراع ننتقل بجولتنا إلى عنوين مجلة المسيرة وبأبرز العنوين لليوم عنفوان الأرز الرئيس أولا الوزير مروان شربل الحل يبدأ بانتخاب رئيس جوزاف عزار أهلب راجح أثبت حزب الله أنه يريد العماد عون مرشحا ولا يريده رئيسا وهدفه إقفال الطريق إلى قصر بعبدة ودفن الجمهورية لأنه يريد أن يبني جمهوريته ودولته وجيشه هل تبدل حلب موقف حزب الله الوزير مروان شربل الحوار مأساة كبيرة وملهات صغيرة كما قال عنه الدكتور جعجع يوميات السراي الحكومي زوار الدار وجيران الرضا السوريون في دير الأحمر عمال وليسوا نازحين تركيا والبحث عن شريك دولي جديد وختيما الموازنة في سباق الحواجز إلى المجلس من مجلة المسيرة جولتنا لليوم ومنختم مع عنوين مجلة الأفكار وبأبرز العنوين البطريارك الراعي ووليد جنبلاط يردمان الماضي الأسود إلى الأبد سلامة الجبل سلامة لبنان وزير العمل سجعان أزي جمهورية الآن قبل تسوية الأزمة الرئاسية الخبير القانوني لبروفيسور بول مرقص في غياب الرئيس إنشاء مزش الشيوخ متعذر حاليا أنها ابني ضال طعمي وحدها سلة الرئيس بري قادرة على الإنقاذ الجيش اللبناني وحيدا على الحدود في مواجهة إرهاب الجرود رئيس مجلس الشيوخ قد يكون اسمه طلال إرسلان لسان حال الرئيس بري هو ليس المهم اسم الرئيس بل أن يكون هناك رئيس قانون الستين المعدل في الدوحة هو النافذ إذ لم يصدر قانون جديد هل من قرار لإنجاح الحوار؟ وهيك منكون وصلنا إلى ختم جولتنا على عنوين مجالة الأفكار والصحف والمجالات الأليلة اللي بتصدر يوم الأحد رح نتقل هلأ لعن زميلتنا مايفرحات لنأخذ معا فكرة أكتر عن أبرز المواعد الفنية والثقافية اليوم والأيام اليوشية موسيقى صباح الخير اليوم الأحد 14 أبوة معايدة كثيرة مع النشاطات الثقافية والفنية رح نبدأها من مسم بارح مع القيصر بآخر حفلة لإلوض من مهرجانات أهدن قازم السهر يلي فاجأ جمهور مبارح بمشاركة فريقه من نجوم The Voice Kids يلي شاركوا بعد الأغاني منشوف قازم سوا موسيقى 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 اليوم ساعة عشرة افتتاح مهرجان الفرح ومعرض الأشغال اليدوية والحرافية والمأكلات التراثية والمسابقات الثقافية بعنوان العيش المشترك بالملة برعاية محافظ بيروت القادة زياد شبيب ولمناسبة عيد الجيش بدعوة من رابطة أبناء بيروت بالمصيد بالملة بشارع الاستقلال من الملة رح نكفي مع المهرجانات السياحية والكفورة الفنانية اللي عم بيجول معظم المناطق اللبنانية نحن على موعد معه بمهرجان بكاسين بتلاتة أيلول موسيقى مهرجان أرطب لها الصيف غنب الأفكار والتنوع وبيستضيف المهرجان راغب عليه منهار السبت 3 أيلول وبتشاركوا بالأمسية نانسي نصر الله والعازي في الاستعراض دانيال نحن سوف نتعب بصورة موسيقى 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 مهرجان أرطب بكفة والأحد أربعة أيلول موعد مع الموسيقى ملحم بركات ومنذكر أنه مهرجانات أرطب رح تستمر حتى 17 أيلول ومنتوقف كمانا مع ملحم بركات موسيقى 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 عيني ما خافت سواهم قلبي مبعوم رسلاهم يشيبوني في هواهم وأني بحف الشبابة يشيبوني في هواهم وأني بحف الشبابة قلبي مبعوم رسلاهم يشيبوني في هواهم وأني بحف الشبابة ورده بقلب الغذار أدك دكي 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 يا ربابا أدك دكي يا ربابا يمي يمي بي دكي دكي يا ربابا يمي يمي تبدل الله يا حبايب اشتركوا في القناة ولحن ننتقل مع اتصال مباشر مع الاعلامية وردة لناخد تفاصيل حلقة اليوم من مجلس بالامنات صباح الخير صباح الخير أخبار الصباح يعطيكم العافية أما عن عنوين المجلس بالامنات فأولا المؤسسات الرسمية مجلس ملي ويا كفاءة فلي عنوين آخر ملف عرف وبلد عم ينقر عدف تحضير أرواح وفي الرئاسة ضايع المفتاح في الخاص در لا در لا دادة اهدف أما عنوين اللقاء اليوم بين لبنان الممر ولبنان الساحة ماذا بقي من لبنان الوطن الجواب مع الوزير السابق الدكتور طارق متري ضيف المجلس بالامنات إلى اللقاء 8.30 إزاعة الشرق فأذن إلى اللقاء مع المجلس بالامنات 9.30 على إزاعة الشرق ومننتقل عند بيرات لنشوف حركة السير لليوم المؤهل جهاد أبو زكي من غرفة العمليات المشتركة تابعة لهيئة إدارة السير معنا على الخط لنأخذ منه التفاصيل أكتر عن وضع الطرقات حاليا صباح الخير صباح النور كيفك الحمد لله اتفضل بالتفاصيل كيف عم يكون وضع الطرقات نعرف في الصباح الأحد الحركة خجولة يعني ما في عجلة سير على الطرقات نهائيا نعم بدأ من المدخل الشمالي في هالأسناء على امتداده ومنجوني وصولا إلى بيروت المسلكين شرقي وغربي الحركة طبيعية ودون أي عوائق أيضا مدخل الجنوبي لبيروت ما في عجلة سير بالاتجاهين ودمن شويرها العاصمة ما في عجلة سير حتى اللحظة هذا بالنسبة للحركة الصباحية لليوم ويمكن العجلة اللي عادة بتشهدها مداخل بيروت مساء اليوم ما رح تكون كتير كثيفة بأنه بكرة رح بتكون عطلة رسمية يمكن بكرة رح بكون في فعل عن ضغط سير كبير على مداخل بيروت عم نحكي عن بعض الظهر والمساء صح؟ نعم نعم متما تقدرت حضرتك بتسوى اليوم هيكون كله نهار نهار طبيعي دون أي عجلة على بيروت ومداخلها نعم بكرة احتمال لتكون العجلة فترة بعض الظهر نعم نتشكرك المؤهل جهاد أبو زكي أكيد بممرجحة تحية لأيك كل كل عناصر غرفة العمليات المشتركة نحن نتوقفها لأم عبريك تاني ومن بعده من تابع حالتنا ومثل ما ذكرنا ضيفنا هو الإعلامي جون خوري لنحكي أكتر ما هو عن مسيرته الإعلامية وناخد تفاصيل عن برنامج وقيمة مضافة يلي يبث على إذاعة صوت لبنان 93.3 داركن معنا صباح الخير عن جديد ظاهرة جديدة شغلت الناس بالعالم ووصلت للبنان وهي البحث عن البوكيمون بالشوارع بالسحات العامة وبالطرقات كل الناس عم تمشي وتفتش على البوكيمون نزلنا على الشارع وأخذنا رأي الجمهور من خلال هالمشاهد سورة مرتين كتعامل حادث من تحت رأس البوكيمون تحت رأس واحدة عم تلعب بوكيمون بالسيارة هي وعم بتسوق على الأوتوستراد كسرت علي كانت شقفتني أنا على المطول أنا عم تلعب بوكيمون أنا معي موتسيكل وشبقتني ونزلت بزقت علي أجو العالم حتى الحق علي لأنه هي مرة كلهم وراء شوه أنه هي ماشي بالسيارة عم تلعب بوكيمون وليحقته شو بوكيمون أول مرة بسمع لعبة اسمها بوكيمون ما بعرف أنا بعرف اللعب في طول بس ما بعرفها ما بعرفها أول مرة بسمع فيها ما سمعت عنها ولا شي لا شو هي هي لعبة استطاعت وبأيام قليلة اشتيح العالم والسيطرة على عقول الناس فأصبحت الشغل الشغل لمحبي الألعاب الألكترونية على الهواتف المحمولة لعبة دخلت بمعظم الدول ومنعت بدول أخرى مما دفع المواطنين إلى البحث عن طرق غير شرعية لا تحميله أحمل دوما أن أكون الأفضل بين الجميع لذا أجمع الفهم سلاحي المنيع سأسافر عبر الأحر باحتا في كل مكان مرة كنت قاعدة بالكفة يجى الشاب على البوكيمون هون فات بالصف الموتير ونزل الأخي البوكيمون وراح أبني نزلها بس أنا ما بنزلها عطوا البيت سلولير بدوا يلعى بوكيمون عالطريق بيشوف ما بعرف يشوف بيجان نحن الواتساب بالزرع عم نفتح كان أصحاب أولادي سهرانين وعم بيشوفوا اللوكيشن يعني تطلعوا لقوا أنه بقرب الكنيسة قال البوكيمون موجودة يصلوا على المحلمة بيكون البوكيمون موجودة بيعملوا هيك بيأيدهم أنه لقطوا البوكيمون معقولة في سخافة أكثر من هيك بعض ما بخليهم لأنه هيك سخيفة لشو تضحكوا على العالم يعني شي إذا حدا فاضي أو بده يوقف يعني دماغه بيلعبها هيدي ما في أي شيء ما عندهم شي يعملو غير التلفون يعني مشان هيك يا مضيعين وقتهم ما عندي وقت ألعب يعني بباب موسيقى كوكيمون جو مزجت بين العالم الواقعي والافتراضي وحققت بأقل من أسبوع أربيح وصلت إلى 7.5 مليار دولار ولكن أيضا تسببت بعشرات الحوادث يوميا اسمع أنا واحد عم نفتش على بوكيمون بالجبل ويع بالوادي لما نسمع واحد على الأمن العام مساء عم بيصور ولما نسمع إنه البوكيمون موجودين على مراكز مهمة بالبلد معروف إي شو يعني صارت شو فيه أعلى مفيتين بالحيد أو بالعمود هذا بوكيمون ما بوكيمون لأنه عم بسمع من بره شو عم بيعملوا والمرة ما حبيتها أصلا هم البلد بكافينا بالشغل بيلعبوه ببرمو بالمكتب ما حصيده شي حلو يعني ما في شي مشجع لأنك تروح تلحيها البوكيمون يعني كل الحي ولد عم يلعبوا هيدا البوكيمون كل الولاد بدون يصير عندهم وجع رقبه كنا نلعب قلي كنا نلعب هالإشياء وكلها سبور هل عنا مرض السمنة بالعالم يعني عم يمرد اللي شو اسمه الجنراراتون فوتور روبوتيزي موسيقى واحدة النشاطات الثقافية والفنية والمهرجانات بالمناطق صارت هي المتنفس الوحيد لللبنانيين بظل كلها الأزمات وهي عم بتقدم صورة مشرقة عن لبنان بحطتنا الأولى اليوم مع ختم مهرجانات بيت الدين بأمسية من الأجواء اللاتينية مع الفنينتين كارمينيا البورتجالية وبويكا الإسبانية تفاصيل أكتر من تبعه بها التقرير لزميلة باميلا نبهان موسيقى 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 مع هالإحتفالات وكل هالنشاطات الثقافية الفنية اللي عم بتصير بلبنان إن كان بالمناطق أو بالضيع هيدا هو النبض اللبناني والصورة الحلوة الحضرية والثقافية اللي منا نفرجيها باللبنان والعالم العربي وكل العالم كل سنة بيكون في هالإحتفالات هيك بتجمع اللبنانية وغير اللبنانية بيجو كلهم هون بيمبسطوا أو بيتعرفوا على أشياء جديدة وكل يوم في احتفال وجه جديد يعني عنا نجي من كندا والعالم عم يتوصفين واخدونا هلأ على فستفال بيت الدين الأسر بعائد الأكل طيب والجماعة بعد أطيب المحل هوني كتير حلو كتير كتير حلو بيتسلى الواحد هوا نظيف حلو أنه دايما في شي جديد في شي مهضوم في شي أوريجنال موسيقى بهالأمسية قدمت كارمينيا أجمل كلاسيكيات موسيقى الفادو نوع موسيقى خاص بالتراث البرتغالي بحاكي الحياة الموت الحب والبحر فنائلت كارمينيا بصوت الحنون والمفعم بالنوستالجيا الحضور إلى أجمل مدن البرتغال والعصور الأديمة موسيقى هي موسيقى البعض التي يتحدث عنها من الهدف وهو مقابلات ومشاعركات ومشاعركات وهو موقع مع الكثير من المشاكل لأنها تتحدث عن طريقة التي يمكنك إعطاء المشاكل والمشاكل على المساكل وأما بويكا هالمغانية الإسبانية اللي أتقنت موسيقى الفلامانكو واللي كان منتظر حضورها من قبل عدد بيرن اللبنينيين فقدمت بدورة مجموعة من الأغاني المرتجلة لتراوحة ما بين الفلامانكو المعاصر إلى الأنماط الأفريقية وحتى الجاز فاختلطت الحضارات بين بعضها وانتقلنا من قلب بيت الدين إلى قلب البورتغال وصولا إلى إسبانيا من خلال صوت كارمينيا وبويكا أنا أتقل في المنزل من قبل عدد من قبل عدد لأنني لم أتعلم كل هذه الهدفة نحن كثيرا هنا وعاو، الناس جميلة هنا الناس جميلة يريد أن يعرفك، يريد أن أتحدثك، يريد أن أتحدثك ونحن نحن الآن من الضوء من المنزل من الأوروبة وذلك فهو جميلة أتحدثك، 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 كما أتحدثك كما أتحدثك، كما أتحدث كما أتحدثك الشحف؟ أتحدثك لتحدثك 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 الناس مجال هيك تعبروا عن الاشياء عم تمرؤ برأسهم الهواجس والخواطر خلينا نشوف مين اخترت الكاميرا وشو هي الكلمة بها الاعادة من بعدها بريك ومنرجع ما فيه ضخام ما فيه نار ما فيه ضخام ما فيه ضخام ما بتطلع بخنة بدون النار لا تطلع بخنة بدون النار ما فيك تعمل صحان عجة إذا ما بتكسر البيضات ما فيك تعمل صحان عجة غير ما تكسر البيضات ما تحطي بيت بالعجة ايه عجة طيبة بها لك بالكسم غنية او شية انجليزية ايه ما فيهواني مأزعر التفاصيل ما فيه لابشك تفسريه مع انت وال انت اكلة ما فيه ضخ ايه لي اصلك أنا قبل بسلم ايه خلاص يعني يا اغنية وساكلي خفيفي شوية ما خفيف 케س ايه كنت سمع اغاني بالانجليزي داند ايه اه الحه الحمث يعني صغير مرة يعني فيه عدة الطرق عافيك حاكيها باللاف ايه باللاف انو بتحبها يعني ايلا اي لابيو صو ماتش دو اي لابني كذا حكيية كلمة منها وكل مان بيبشي الحاس لا في هدايا عطول بدلها هدايا واجب الهدايا اي بدون هدايا انا صراحة كنت البرازيل ايه برازينيات كمان منهم الليل ايه بيحبوا العربي بس ايه ماضيت بيحبوا العربي سهلين مسهلين لمنهم عاسين ايه مثل لبنينيات عاسين ايه يعني ايه غنوا عني كبير برازيلي كنا نغني بس بتقولها انا بحبي ايه غستو ديبو السي منطو انا بحبك كثير خلاص خلاص اني اوح معاملة وبعدين كلمات حلوة ايه وبعدين البرازيل كان يغنوا غنية هنا نص مندو سي فرغونيا نص مندو سي فرغونيا يعني علمنا بلع حياة بيعترفوا ايه اني بيعترفوا بحالهم ايه ما في مشكلة بيعترفوا بيعترفوا ايه هاي دي الحياة الجواز ما مشكل يعني كيه ما مشكلة ايه بتعرف اول واحد اول يام بعد يومية تليت تتجوازوا ايه ما بعرفوا ايه ما باعرفوا ايه ما باعرفوا كلمة اليوم الحياة لوف ايه بدون لوف ما بتصير ايه ايه متابعين حلقتنا لليوم مع اجواء الموسيقى والفرح ومننتقل الى حفل موسيقى نظموا الكونسرفاتوار الوطني بجامعة سيدة للويزة الحفل جمع عشرات الطلاب مع الاسادزة تفاصيل اكتر من تبعا بها التقرير اشتركوا في القناة موسيقى لسنة التانية على التوالي نجح الكونسرفاتوار الوطني بتنظيم ورشة عمل موسيقى جمعت عشرات الطلاب مع اساتذي وعازفين عالميين تريفقوا سوى على مدى اسبوع وتدربوا على اصعب الالات لا ينجحوا بتقديم حفل موسيقى كلاسيكى بمستوى احترافي على خشبة مسرح جامعة الويزي موسيقى لأول مرة بالبنان بنعمل سامر كامب ووركشوب لتلميز سرينكز يعني فيولون فيولا فيولونسل ودبل بيس بالكونسرفاتوار وأكيد كانت مفتوحة لكل الطلاب بلبنان وهيدي بتصور فرصة كتير مهمة لطلابنا لأنه نحنا عم نجمعهم عجمعة كاملة من الساعة تسعة لالساعة خمسة عم يشتغلوا مع اساتذي محترفين عالمية موسيقى 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 هالمبادرة يلي اطلقها الكونسيرباتوار الوطني بالتعاون مع لوبام تهدف الى رفع مستوى الاهتمام بالموسيقى الكلاسيكية باللبنان وبتشجع على تشكيل اوركسترا خاصة ومحترفة للطلاب ولفئة الشباب بالتحديد بهايدا الكامكين الاستفاصل كتير حلوة أهم شي انو عم نشتغل بسكشن كتير كتير سبسيفيك انا بحب الموسيقى لانه كتير حلوة وفي كزا جانغ انو انا بلعب في ويولا بالوركسترا وان هيدا الوركشاب كتير كتير استفد كتكنيك اصابيع ايدين بوزيشن الموسيقى هلق بهالوضع بلبنان عم بتطلعنا شوي بتنسينا هالهموم وهالمشاكل اللي موجودة ببلدنا أحب الموسيقى، أحس أنه كأنه عم بطير وطا دق العزف في شكل كلاسيكي بأول واحد وبحسني أحب الموسيقى أكيد لأنه الموسيقى حياتي بعزف تشلو شديد بري جود برافو تانكيو على المسرح قدم الطلاب برنامج غني وممتع مع أوركستر أولى للصغار وتاني للوسط وتالتي للمتقدمين ونجح باستقطاب جمهور من كل الفئات العمرية حريص على متابعة كل الأعمال الموسيقية الراقية بتمنى كمانا كل الأهل اللي عم بيشوفونا اليوم يتشجعوا ويجيبوا أولادهم لأنه هذا الشي اللي عم بيصير اليوم كتير مهم وكتير الحلو لمستقبل لولاد كلهم أنا ابني هلأ السيد السنة بيدق فيولون بيجي من الضاعة لهون تأحضروا ومرنوا كل يوم بيجيبوا وبياخدوا رائع كتير رائع إن شاء الله عطول باستمرار على الدين والأحلى والأحلى أتمنى من كل قلبي تنعاد وتنعاد ويعطيكم أيام حلوة هالشبيبات الجديدة وتعلموا وتعايشوا الخطيارية بمنطق مثل ما أنا عيشتنا اليوم كل الأولاد لازم تعلموا الموسيقى بلبنان أحسن يتعلموا غير شي الكونسيرفاتوار شغلي كتير مهمة لأنه في جردية بالتعامل مع تلميز نشكر إدارة الكونسيرفاتوار الوطن اللبناني على هاللمس الرائع اللي قدمتها تجربة كتير حلوة وأهمش يستفيدوا منها الولاد ونحن انبسطنا عم نتقرب أكتر للموسيقى اشتركوا في القناة تابعين أخبار الصباح ومنرحب بضيفنا لليوم الأعلامي جون خوري صباح الخير جون صباح النور وأهلا وسهلا فيك معنا بسجو أخبار الصباح شكرا نحن معاودين نسمع صوتك على الإزاعة اليوم عم نشوفك بالصوت والصورة نعم ونحكي أكيد تفاصيل كتير عن مشوارك الإعلامي ويمكن أكتر شي من نسلط الضوء على برنامج قيمة مضافة يليه هو بشكل يمكن قيمة كتير مضافة للإزاعة لأنه هو هيك متل متنفس لكل الأشخاص يلي عم يبحثوا على شغل وانت من خلال هالبرنامج عم بتشكل هالمنصة يمكن لتأمن وظائف لكتير عالم أول شي كيف قررت تتبلش بقيمة مضافة شو اللي صار يلي ولع هيدا الشيء الفكرة منها من صنعي الفكرة كانت بالإزاعة وكانت مع الأستاذ حكمة البعيني اللي حاول شوية عمل استثمار اقتصادي يعني مع خروجنا من الأزمة إذا بدنا نقول بآخر التسعينات بس البرنامج أخذ اسم قيمة مضافة اللي هو ترجمة عملية أو فعلية لـ تافي فشوي كان بنقز الاسم أنا كنت عم تابع حكمة ببرنامجه لما دخلت على الإزاعة بالألفين وتسعة طبعا البرنامج كان محوره الاستثمار الاقتصادي وكيف ممكن الشباب اللبناني لقي حالوا بالسوق اللبناني بالإضافة لاتصالات خجولة لطلب الوظائف لما شفت البرنامج حبيته بس حسيت أنه ما بيشبهني أنا كل شي اقتصاد ما كتير الأرقام بتجينا اسمعه والصدفة بتسائب أنه استاذ حكمة بيسافر على دبي وبيستلم من بعده الاستاذ جهاد الأبيض حداد بيتحول البرنامج لاتصالات مع المستمعين كنت أنا كتير واكب الموضوع حتى أقعد على يعني أقعد لأسمع الاتصالات مع أنه ما يكون عندي أي شغل مع البرنامج بالألفين وحد عشر مع انتقال الإزاعة لالدبي مدام وردي زامل هي كبيرتنا بالإعلام مجالة أحي وهي زاملتنا بإزاعة الشرك نعم أنا بشكر سيئتها لأنه قالتلي البرنامج لألك شوف شو بدك تعمل وصراحة ما كنت عارب شو بدك أعمل لما دخلت على استوديو كان عندي وقت ساعتين وبين الثلاثة والخمسة بعد الظهر وبدك لبي المستمع كيف غيرت بالصورة طبع البرنامج بالمحتوى طبع البرنامج كيف خليت البرنامج يصير هكي قريب منك أو بيشبهك أكتر مازلو الفعل هو انتراكت مع المستمع لحتى ينجزب المستمع بده شي يهمه واليوم اللي كان الاهتمام لنلاقي فرص عمل للشباب ولما أخدت المبادرة أنه احيي الهواء مع الناس وخليت الناس هني يحيوا البرنامج لأنه ما فينا نحنا بس هالساعتين نعبية بالحكة والحكة بدنا أكيد نعطيهم أرقام نعطيهم معلومات ولكن كمان هني بدون يشاركوا بإحياء البرنامج وهذا اللي أوقات كان يوصل معي بالساعتين فوق الخمسة وثلاثين اتصال يعني إذا بيتقصموا على الدقايق كتير كتار فحاولنا قد ما بنقدر نفتح البرنامج للناس ليكونوا هني المعدين معي قد يعمل تقدروا تلبوا طلبات هالناس إذا في يقول على مدى خمس سنين يعني في عنا كتير ناس توظفوا من وراء البرنامج من دون تبجح وفي كتير ناس كمان يمكن ما حلفوا نلحظ بلبنان كمان خارج لبنان كان عنا مجال الناس تجيوبت لأنه لقيت أنه البرنامج الأول من نوعه بيطلب فيه الواحد على وسيلة إعلامية أنه يتوظف أو حتى يلاقي موظف يعني في كتير من المؤسسات في الـ HR كانوا يتصلوا فيي أو قد تحت الهواء هل بدأسها لك أنا أدي المؤسسات هي عم تسمع البرنامج عم تتواصل معك أو عم بيتابوك حتى على السوشيال ميديا في الفيسبوك بيج كيمة مضافة اللي هي مثل مبوّب مزبوط تقريبا نحنا يعني لما ندخل بصورة المبوّب التقليدية أنه مطلوب موظف ومطلوب وظيفة حاولت أنا أعطي شوية تيبس للناس يعني بتعرفي اليوم لما بيدخل الشاب من الجامع على سوء العمل بيبقى ما بيعرف شو ناطره وحتى لو تحضر نفسيا أو أكاديميا ما بيعرف شو السوء اللي بيتطلبه ما بيعرف العطر أكت بين الناس كيف هول كلهم كمان بدهم مواكبة يعني ما فينا نترك الشباب اللبناني يترك حالوا هيكل المشهور في حالة معينة بتتذكرها ما بعرف وضع إنسانة معين حالات الإنسانية حدثوا لحرج كان يجين كتير اتصالات حتى ما بده وظائف بده مساعدات اجتماعية أوقات نفتح المجال لأنه نحن بشر بالنتيجة ما فينا ألا ما نتجاوب بس لأنه هوية البرنامج محصورة بطلب الوظائف والموظفين كنا شوية نجد إحراج لما ما بنقدر هلا بفترة العياد أوقات هيك من رخي شوية الاتصالات للناس اللي بتحب إنه تساعد وتتساعد في بعض الاتصالات اللي كانت طريفة بيطلع لهوا بيقلي أحدهم إنه أنا بشكرك لقيت وظيفة بس لقيتها بالخارج وأنا مش قادر سافر فبجيرها لحداً تاني إذا بيحب الحلو بين الناس إنه صار فيه تجاوب بيحسوا البرنامج بيشبههم بيشبه الواقع اللبناني حتى لو ما كان فيه وظيف وكان فيه شوية بطالة بس بتحسي إنه الناس عم بتحس حالة موجودة بهالبرنامج ولأنه شعار الإزاعة عايشين معكم فبيحسوا إنه عايشين على الحلوة والمرة سوا طب حدا هيك طلب منك شي طلب غريب ما طالعنا عنه فيه كتير طلبات غريبة وأغربهم إنه يطلبوا عرسين يعني فيه شباب طلبوا صبايا وفيه صبايا كمان لما تشجعوا صراحة بتذكر أحد العسكريين بالجيش اللبناني بيقلي أنا ما بدي وظيفة وعندي طلب غريب شوية إذا ممكن قلت له تفضل قال لي أنا بحاجة العروس طلب من الحدث هو قاعد بالحدث بيروت وصل لطرابلس والأسبوع اللي بعده بيقلي تحت الهواء أكيد عم يتواصل معي ليخبرني شو صار معه بيقلي إنه فيه صبية سمعتني وأخدت رقمي ودقتلي هالمرة الصبية أخدت المبادرة وبعد سنة تزوجه تم النصيب وأنا يعني بفتخر أنه كانت كنا وسيلة التواصل شبين شبين طيب جاء الشباب بيتصلوا أكتر أو أيام أشخاص يمكن بيكونوا اشتغلوا فترة يمكن فقدوا وظيفتهم أو شي بيرجعوا كمان عم يتواصلوا معك فيه ناس كتير جايين من الخليج أو من أفريقيا بيحبوا كمان يرجعوا يتوظفوا بلبنان أو يلاقوا فرصة عمل لألون فيه كمان ناس عندهم شانس أنه يشتغلوا كمان لأنه نهارهم ما خلص القسم التاني من النهار كمان بدون يعبوه بالوظيفة فيه كتير أمثلة يعني نحن على خمس سنين شفنا إذا بدنا نقول كل المجتمع اللبناني كيف عم يتحرك عمليا على الأرض وشفنا قدية كمان فيه ناس يعني بتكب إشاعات أنه ما فيه شغل بالبلد هلا إذا أنا وياكي بنحكي عمليا منلاقي أنه فيه بطالة بس هذا ما بيعني أنه ما فيه شغل بالبلد بتذكر مقولة الرئيس الشهيد بيقول البلد ماشي والشغل ماشي أنا كنت اضحك على هالمقولة وقول أنه طبما الواقع بيقول لا وبيكذب هالمقولة بس رجعت اتأكدت لما خمس سنين شفنا أنه وفيه كتير شغل يعني الأسبوع الماضي نحن بنتواصل كمان مع أصحاب مؤسسات ومثل ما قلت لك فيه كتير ناس بيزاودونا بالوظائف وبيطلبوا موظفين كتير بيطلع بقلي بدي ميت موظف ويتر ويترز رونرز يعني لكل المؤسسات السياحية والمطاعم لهذا الدرشي فيه شغل يعني إذا عم نطلب ميت موظف بضيئة وحدة أداي المشتمع على البرنامج عبيتجاوب بأي نهار وأي ساعة بيطلع البرنامج لكل أشخاص اللي هلا عم بيسمعونا وحبين يتواصلوا أكتر نحن كل تلاتة عبر صوت لبنان 93.3 من الثلاثة للأربعة بعد الظهر ويمكن هيدا الوقت القليل هو اللي حفزنا نفتح بالـ 2012 الفيسبوك بتعرف النقلة نوعية على السوشال ميدا ضرورية وخاصة أنه ناس تلاتة ربعة عندها انترنت بس منا فاضي تسمع إذاعة أو مش قادرة تتواصل على الإذاعة صحيح نحن مناخد اتصالات مباشرة على 0.4 أو 0.3 واتس أب يعني بتبعث الواتس أب ومنلبي بس كمان الفيسبوك له أهمية لأنه في ناس بتتابع حالة وبتتابعنا بتعمل البوست اللي بهي بداية وكمان بترجع بتتابع نحن البوست اللي ما نحط يلا على أمل دايما يضلوا هالقيمة المضافة هيكي منصة تواصل بينك وبين كل الأشخاص اللي بحاجة أن يتوظفوا أو يلي الأشخاص اللي عم بيبحثوا كمانا بيدورهم عن موظفين لعليمي جان خوري نحن تشكر حضورك معنا شكرا لألكم لكل الناس اللي بحاجة شكرا وانتو القيمة المضافة اليوم على كل الشاشات صباحا شكرا شكرا لألكم نحن رح نتابع للسنة الثالثة على التوالي شهدت مدينة جبال بالتزامن مع مهرجانات بيبلوس الدولية بعشرة وحد عشقاب على الدولة الثالثة من كابريوليف فيلم فاستفل للأفلام القصيرة هالحدث السينمائي اللي بيسمح للجمهور بمتابعة أفلام خارج إطار السينما يلي تعودنا عليها كل التفاصيل رح نتبع سوا بها التقرير من جبال كابريوليم مهرجان الأفلام القصيرية اللي بيتخذ من درج مرن أولى جميزة مكان إلو من ثلاث سنوات حمل أمتعته وحط بمدينة جبال التاريخية بين الأثارات الرومانية الخالدة الدورة جديدة انطلقت حملة معها مجموعة غنية من الأفلام اللبنانية العربية والعالمية ومنها أفلام طلابية أفلام محترفين متنوعة بين الأفلام الروائية والأنيميشن بمواضيع مختلفة اجتماعية سياسية عائلية كوميدية ومعظمة مستشف من هواجز وهموم الشباب اشتركوا في القناة هايدي السنة الثالثة بيبيبلوس عم نحتفل هون بالأفلام القصير من بعد ما ختمنا تامن اديسيون ببيروت نعمل سيلكسيون على الأفلام يلي نزلت كلها ببيروت نعرضها هون ببيبلوس أكتريت هالسنة هون بجبال لبنانية ودول عربية وفيه من تلياني وقلماني لأنه فيه تعاون من الانستيطوطو إيطاليانو والجوتي بقى هايدي اللي كانت السيلكسيون لهالسنة صار إلنا أربع سنين عم ندعم كبريليا فاستيفل والخير والخير لقدام وهذا منو البروجيه الوحيد يلي بيكون فيه دعم لكل الطلاب أو لكل ماويهب الصعدة ونحن بيكون فيه دعمين خلينا نشجع الانتاج اللبناني للفيلم السينما لبنانية وطبعا من مدينة التاريخية مدينة الحرف أكيد نحن بنستقبل كل نشاط سقافة هدفه اجتماعي توعية الناس ويكون فيه كمان التعاون مع المجتمع المحلي 23 في المعارض وأمام جمهور متعتش للثقافة بجو جميل في الهواء الطلق كبريولي أنشئ لدعم وتحفيز المخرجين الشباب على العمل أكثر وأكثر وفي الصحاق لهم للكاء أفليمون مع الجمهور من كافة الأعمار الفيلم سولي السوتان بعرف صار نشارك في 11 فستيفال إن كومبيتشن وربحان تسع جويز الفيلم هو عن قصة مونسينيار وطران بيكون علقين على لغم بادير الرهبات بالحقلة في لغم هو ماشي يعلى أعلم إذا بزيح يطلع لغم فيه وهو بيحكي عن إيمان هيدا الشخص بهك حالة بدين من الموت موسينيار عند قدس ميذنه توني توني أعطيني توني أحكماء يا عم توني لات كتبخة بيجيب لكم وردام ماشي تكتبخة بيجيب ماشي تكتبخة بيجيب ماشي تكتبخة بيجيب طم掌بين عليه ضيوري ليه ضيوري، ليه ضيوري إنسيне ليه خلص من ربكم وقفتوني على لغم لك ما أنا واقفت اموت من شديد يجب انهم باتاء ماشي عند وقتوا موتوا جلما لقد نذهب اداها الوافي سوف تردمني الزنة بهتل حسيم سوف يح parachute بسوف ين��는حور للهددس هل حتى يفك تلقية لغمان neighbours علي من ختنى كان توني راح جابه للكمانده Oui علي فك letting التصع Review هذا الشيء عن جد بيعطينا أمل لأنه بفتح العيون طبعاً للبروديوسر والمثلين حتى بس مثلاً بديك تحكي مع ممثل مهم ويآمن فيكم ونحنا كتلميس فينا نعمل الأفلام حلوة وهيدا كتير منيحة هذا الشيء بعالي مستوى الأفلام وبعدين الفاستفرز عم بفتحولنا على أفلام بارات لبنان ولهيدا هو شيء كمانا بعد كتير مهم وعم بيقوة كتير لاندوشتخية عنا لأنه فيه خبرة وهيك دايماً منحب نشارك خاصة وقتل كنا يعني حتى بالأول كنا أكتر من هيك نشارك بكتير هلأ صايرين المسافات بعيدة هو الفيلم الصحائي يسبديك 12 دقيقة من من حياتي أنا أقضعت فيهم بس كان عمري 11 سنة بس كنت صغير هو كيف أنا عرفت أنه باية توفى ليلة كريسمس لما كان عمري 11 سنة والفيلم بيمشي مع صاب صغير عيش هالأنكار ما بدي يتقبل الحقيقة ما بدي يتقبل الموت بهيدا الليلة خاصة واليوم تواجدوا بشبال وفتح البيب لكل المكمين بالمنطقة لمشاهدة أفلان متعود حكرة على المكمين ببيروت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر فارس كرم ومنذكر كمان انه ب27 قاب سهرة فنية مع ربيع رحال ومحمود دلال مع قدود حلبية نسمع فارس كرم موسيقى 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 ومن جزين الى عكار وتحديدا الى عكار العتيقة لنوجه لتحية لانه طوجت مبارح عروس لبنان للعام 2016 بعد فرز نتائج التصويت بالمصابقة يلي اجرتها صحيفة لوريان لجور بالتعاون مع وزارة الثقافة وفازت بنتيجتها بلدة عكار العتيقة كاجمل قرية سياحية لبنان للعام 2016 وعم نشوف مشاهد من عكار العتيقة ويتراوح ارتفاعها ما بين 500 و 1600 متر عن سطح البحر وتمتد على مساحة تقدر ب40 كم مربع بحيث تصل حدودها الى الهرمل شرقا والقبيات شمالا وفنيدق وتاشع جنوبا والمجدل والسندين غربا وبهذا تعتبر عكار العتيقة من اكبر القرى العكارية واللبنانية مساحة يبلغ عدد سكانها حوالي 20 الف نسمة يوجد في عكار العتيقة مجلس بلدي من 18 عضوا تسمياتها كانت نسبة من عكار العتيقة نرجع الى الاستوديو ومساحات التاليئة والحوار بين السياسيين مثل المساحات الخضرة في لبنان وكل مقلة عم تظهر فالخلافات السياسية عم ترتفع مثل ما ارتفعت حيطان البطون بالعاصمة تأريرنا لليوم رح يخذنا لحرش بيروت المساحة الوحيدة الخضرة يلي باقي بالعاصمة وبنهاية الأسبوع بيستمتعوا الكبار وصغار بيوم طويل مع المسيئة بحرش بيروت وحفل كان من تنظيم جمعية نحن بمناسبة اعادة افتتاح الحرش طبعا برعاية محافظ بيروت كل التفاصيل من تبعه بها التقرير للزميلة بوشرة عبيد ومعه كمانا منودعكم ومشوفكم بكرة بحلقة جديدة من أخبار الصباح منتنا للكون نهار أحد حلو باي لسنوات طويلة حرم سكين العاصمة من حرش بيروت المسيحة الخضرة الوحيدة اللي ارتبط اسمع بحرش العيد وبعد عشرين سنة اخترشوا العالم الأرض ليكون هيدا نهار بمثابة عيد بيحتفلوا فيه بإعادة فتح الحرش ويعيدوا العلاقة التاريخية معه فقامت جمعية نحن بالمبادرة لإقامة حفل موسيقى منوعة خلق أجواء مميزة نحن كليبنانية ما عنا هيدا البارك للمنقدر نقعد فيه نقر كتاب نقعد تحت الشجر والسرطوبة بيروت لأنه خلاص كل شي خدار عم بيروح سوأكيد دفنت لي هيدا شي كتير مهم درنا أخيرا نفتحه بخمسة سبتمبر 2015 جزئيا وهلأ صار تقريبا كل يوم على أمل نصير يفتح من السبعة للسبعة كل يوم هلأ عم يفتح سبت أحد من السبعة للسبعة وبيل يوم من السبعة للساعة واحدة يعني صارت بيروت كلها كونكريت سيتي بطل فيه مسيحة خضرة يلعبوا الولاد يشوفوا الخدار يعني أنا أفكر وقت كنا صغر أتليست كان فيه كم شغل نعملونه هلأ بطل فيه شي اليوم عم ينحف الموسيقى باعتبار ما نعتبر أنه هي الموسيقى فيها رسالة السلم رسالة اللي نحن بنوصل فيها توصل بكل لغات العالم نحن عم نقول هاي الموسيقى هي عم بجزء مننا عم بيوحدنا موسيقى لعنى أخبار من بابا أنه راح نشوف فيه احتفال على الساعة خمسة وناص والأجينا نشوف يعني الحلوة القاعدة هون كتير والشجار والحشيش أجواء كتير حلوة وخاصة لما نشوف الولاد والعالم هيكي مبسوطين وهو جاوه كتيران ديف سوطين أنه وابا غير عدين هو من الساعة خمسة للساعة تسعة صغار وكبار استمتع ببرنامج فني مميز أغاني وعزف ورأس بجو نضيفه بأحضان الطبيعة والروائل منشود بالمدينة حلو هنا وفي ألعاب نلعبه وبدأ ظلني أجي كل يوم مساحات الخضرة حق لكل مواطن وإنسان بسواء قادر أو مش قادر هيدا حق ليزام وكتير مبسوطين أنه صار مفتوح للكل وكلنا معايدين وجايين مع أولادنا كل الأغاني حلوين والجنينة كتير حلوين دوة هيدا مش وجاي استمتع بصراحة يعني هيدا دوة للناس هيدا دوة فيزيك مو يعني للجسد وهون القاعدة حلوة وأحلم أنه غير مطارح يعني كتير حلو كل الأوطاع سيئة بنعرف كلنا فخلي الناس يتنفسوا ويسمعوا موسيقى وغاني ويفرحوا بنا دايما نزل لهم لازم يصير فيه يعني يرافق هالافتتاح هيدا لازم يرافقوا حملية توعية للعالم أنه فوتوا وحافظوا على هالأملاك هيدا خلوا مطرحكم ننضيف محلكوا ننضيف نحنا قادرين نحافظ على المنطق وقدرين نثبت للعالم أنه نحنا أهل للحياة وأهل للناس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر